عمليات اغتيال وزعيم عربية تعرض لمأساة صحية شاهد الأخطر من توقعات ليلة عبداللطيف بعد قليل على قناة توقعات الأيام برحب بحضرتكم معانا في قناة توقعات الأيام وحلقة جديدة من حلقة التوقعات لسيدة الإلهام ليلة عبداللطيف وعدد مهم وخطير من توقعاتها للدول العربية وفكرك سريعا تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي التوقعات ولو انت جديد معانا اشترك بالقناة وما تنساش تفعل الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول تتوقع ليلة عبداللطيف أن الأنظار والأعلام بيتجهان للحدود السودانية الأثيوبية شايف الجيش السوداني بيتحرك عسكريا وأثيوبيا بتستعد وتتأهب للرد وسوف تشهد هذه الحدود اشتباكات كبيرة وعنيفة وسنسمع من خلالها قرارات عسكرية خطيرة تصير القلق والبلبلة في دول إفريقيا من جراء هذه الحرب السودانية الأثيوبية القادمة والتي ستبدأ باشتباكات على الحدود وتنتهي بسقوط للأسف آلاف ضحايا أما في الداخل السوداني فإنني أرى التوصل إلى التفاق دولي ينهي حكم العسكر ويأتي بحكومة وحكم مدني من جديد وتكون مهمة العسكر السوداني هي الدفاع عن الأرض وحماية المؤسسات والشعب وفرض الأمن والأمان تونس الخضراء والشعب التونسي سينطفد ويقول كلمته من خلال ثورة بيضاء ثانية ومن خلال وحدة الشعب التونسي وتضمنه ووعيه وسيكون سد في وجه أي مؤامرة استقرار لبلاده ترتيب البيت الداخلي التونسي سيبدأ والتغيير يطال عدة وجوه تونسية معروفة وأسماء كبيرة تختفي عن الوجهة السياسية التونسية للأبد الاحتجاجات في تونس تساهم في كسر الخوف الأمني ويؤدي إلى ثورة إصلاحات لا يمكن وقفها أبدا على الرغم من إمساك السلطة بالوضع الراهن تونس في 2023 ستكون على أبواب الاستقرار والإزدهار وأيضا النشاط السياحي البارز والكبير وسوف يسيطر الأمن والأمان والهدوء على ربوع الخضراء ولن ينال التطرف والإرهاب من تونس مهما كانت الظروف وبتقول ليلى عبداللطيف أن تونس جاي على ازدهار ومش بس هتكون زي دبي لكن هتكون كمان هترجع تونس الخضراء واللي فيها أبراج ورقاحة الزهر والسياحة وحترجع تونس بلد السياحة والإزدهار في الأيام الجاية كمان هيشهد العراق خلال المراحل القادمة خروج مظاهرات حاشدة تهتف باسم الرئيس الراحل صدام حسين وهي تحمل شعارات وعناوين صاخبة وجماهير غاضبة تصرخ بالصوت العالي وين أيامك يا صدام حتى بتقول أنه هيكون في جرأة وحيكونوا حاملين لصور الرئيس الراحل صدام حسين وعم يترحموا عليه هيتصدر العراق خلال المرحلة الراهنة مساحة واسعة من الاهتمام الدولي والعالمي وحيحتلن شراط وعناوين لأخبار العربية وده بسبب بعض القرارات الجريئة والإجراءات الحاسمة اللي اتخذها رئيس الوزراء العراقي مما يجعل الحكومة تتخلى عن كل الخلافات والانقسامات السياسية وتتحد لتكون حكومة انقص شاملة لكل التطورات القادمة أمام العراق والعراقيين بقيادة الرئيس القادم الأنظر والإعلام بيتجهان لابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ورغط صدام حسين شايفها بتعود للوجهة الإعلامية من جديد كمان بتتوقع أن أمريكا حتستعين في العراق بوجوه عسكرية كليها تأثير وقوة فاعلة على الأرض أثناء فترة حكم الرئيس صدام حسين كمان بتتوقع ليل عبداللطيف أننا حنشهد عملية اغتيال جديدة بتطول شخصية عراقية نافذة وبارزة السيد مقتدى الصدر حيتصدر الوجهة العراقية والإعلامية من جراء حدث مهم العراق حيكون على عتبة التغيير الكبير أمنيا وعسكريا وسياسيا واقتصاديا والمهاجرون العراقيون يعودون للعراق وستبقى أرض العراق للعراقيين فقط ونفط العراق أيضا وحيشكل فروات العراق الآتية تحت علم عراقي واحد تركيا حتشهد العلاقات حتشهد العلاقات بين تركيا وإيران توطر كبير بيظهر للعلن خلال المرحلة القادمة وروسيا تتدخل بقوة للتهدئة وضبط الأمور بين البلدين شايف بوابات أوروبا جديدة هنراها مشرعة على المشهد الحضاري القادم للسعودية مما يفتح أبواب المشاريع والاستثمارات الضخمة بين الأوروبيين والعالم للداخل السعودي بقوة وده هيجعل المملكة العربية السعودية خلال مستقبل قريب هي قوة اقتصادية فعيلة وبارزة على الصعيد العالمي كمان شافية بتحتل مركز دولي بيلفت الأنظار من خلال السياحة والعمران والإظهار الآية دي ببيضاء للقيادة السعودية هتحمل البشرة الصارة لغالبية الشعب السعودي من خلال إصدار مرسوم من الديوان الملكي تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والقرار ده هيحمل معاه بشائر الخير للسعوديين أولا وللمقيمين والوافدين ثانيا كمان شايف المرسوم بيهدف لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لأغلبية الشعب الصدق لأغلبية الشعب السعودي وحيساهم في تغيير أوضاع المقيمين للأفضل وكمان هيجعل الوافدين إلى أراضي المملكة يشعرون بالأمن والأتمئنان وكأنهم في بلدهم الأم كمان شايف خطة التقدم والبناء والإصلاحات الشاملة واللي بدأتها القيادة السعودية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حدطال الحجر والبشر وتصل للسجون والسجناء من أجل التغيير الشامل والإصلاح الكامل وشايف أنه حيتم إنشاء سجن عصري وحديث على أرض المملكة هذا السجن يراعي كل المعايير والمواصفات الدولية من حيث الإنشاء وأوضاع السجناء كما أنه حيكون إحداثية شاملة لإعادة تأهيل السجناء وترتيب أوضاعهم الداخلية والمساوية بين العقوبة والحقوق وحيضم هذا السجن مراكز تعليمية ومهنية وطبية وحيضم ملاعب رياضية والهدف الأسمى من كل ده هو الإصلاحات واللي هيجعل مدة الحكم للسجن قبل للتغيير والتأقل من جديد مع المجتمع بعد انتهاء مدة العقوبة إن الأبناء والجيش المغربية على استعداد لردع أي أعمال تخريبية تطال المغرب خلال المراحلة الروهنة وإن الشعب المغربي هيكون خلف القيادة والملك مهما كانت الظروف كمان أزمة سياسية مفاجأة هتوطر الأجواء بين المغرب والجزائر وحالة من الحزن والحداد بتلف المغرب لا حدث ما الملك المغربي هيقود حملة واسعة على الفساد وحنرى أسماء شخصيات مغربية كبيرة بعيدة عن الوجهة السياسية وبعض هذه الشخصيات هتكون وراء القطبان بعد حدود ثورة إصلاحات وشايف تغييرات كبيرة في الحكومة المغربية وهي كمان بتتوقع أن الملك المغربي حيتعرض لا عرض صحي طارق لكن إن شاء الله لكن إن شاء الله حيمر بسلام كمان بتتوقع قرار جريء من ملك المغرب بيفاجئ الجميع وهذا القرار بيعيد الثقة والهدوء للشارع المغربي بعد مجم من الاترابات الوسعة حتى في زيادة الرواتب المغرب للجيش المغربي لللي بيشتغلوا بالحكومة يعني والشعب في نهاية حلقة النهاردة وبشكر حضرتكم على حصل متابعتكم ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة هنستنى تعليقاتكم وقرأكم ودومتم في حفظ الله ورعايتكم ترجمة نانسي قنقر